كان فيه ممرّة عندنا تحت جدا الممرّة ده كنا بنلعب فيه كورة حوالي 35 بني آدم النهاردة أنا ماشي فيه مثلاً في ممرّة بقولي إزاي؟ بتحس إنه بقى صغير قوي مش عايف إحنا اللي كبرنا ولا حاجة بتديق علينا بس يعني لو إحنا بنتكلم من الموضوع زاد والناس كترت تب ما دي قضطنا ما فيش حد جدي علينا ما صغرتش يعني أنا كان قصدي على الشارع اللي برا إن هو زهوله هو داخل شارع زحمة قوي وناس كتير وميكروباسات كتير والله إزاي زمان يعني أنا كنافسي في الشارع محسيتش فرق هو طبعاً اللي حاس بنقل حضرية غير طبيعية لما شاف الزحمة إيه لا إزاي زمان قوي قبيل لا إزاي زمان أنا مش حاسة كده بس خلي بقى إن فيه زحف سكاني حصل طبعاً يعني الناس ابتدت كلها اللي كانت في صار الأوبة 3 جس السويس وفي جس السويس راح على روكسي واللي في روكسي راح على الكربة واللي في الكربة راح على مدية نصر ومدية نصر راح تتجمع والتجمع زي بالزبط عندوكو الناحية التانية فيه اللي راح من المؤنسين على 6 أكتوبر والهرم راح راح على 6 أكتوبر فابتدى الزحف يحصل بالزبط فالموضوع ابتدى برضو مش بس في الروض عشان أرجع بس البسئة اللي كنت بقولها الناس الأدامة اللي كانوا في الحتة اللي تربينا فيها الناس اللي هم كبروا دلوقتي دول كانوا شباب وإحنا صغيرين يعني وأنا عندي 10 سنين 12 سنة كان فيه شباب بيلعبوا الكرة في الشارع حتى كنا بنوصل لمرحلة إيه لما الشارع حد يجي ركن عربين يقول له وصباح تركن قدام شو عشان بيلعب كرة هنا شو بيبقى يعني إيه البغدادة يعني الشارع فاضي دلوقتي طبعاً مفيش مكان يعني كلهم الزنق في بعضه مفيش حاجة والعمار بقت كبيرة وجديدة وشكلها ليه ما كانتش الحاجات السوى النانا الناس اللي عايشين في المنطقة وإنت قاعد وبنت الجيران نزلة خارجة النهاردة ما بيبصوش بيدوا ظهرهم ولو في حد غريب جاي المنطقة لازم يبصوا عليه ده مين ده مين اللي جي ده ولو حد قرب منها الشباب بوراها علشان يمنعوا ده موجود؟ يعني.. لا بس أكيد دسه موجود يعني أكيد في ناس في المناطق الشعبية في المناطق الشعبية يعني بس عايزوا لك برضو يعني في ناس من المناطق الشعبية كلهم برضو راحوا في مناطق بس لسه ما تجمعوش على بعض يعني أنت زمان لما كنت تحس إن في منطقة لو حد داخل غريف يا أنت هتعرفه مزبوط التجمع أنا لو روحت روحت من طريق تاني غير بيتي ممكن أسأل على بيتي يعني لسه لسه ما فيش ما تجمعتش ما فيش الوقفات يعني مثلا زمان كان يقولك إيه بلاش وقفت الشارع وبلاش وقفت النواصي وبلاش وقفت اللكشاك معلش يعني أنا وحشيتني الوقفة دي لو كنا بنقعد على العربية عاملين رجلنا مش عارف إزاي ولا مش عارف فيش بنت تخش فانعكسها ففيه كان فيه مبادئ كده كان عندنا طبعا في المناطق الشعبية زي ما احنا بيقول يعني كان فيه حاجات ليه واحترام الإجار واحترام الإمير الأغنية بتاعت ميكي بتاعت الطلبية دي كانت بالوقتي بما أن أمير جاب سيرة نصية زمان نروح نشوف ميكي في جزء من الأغنية بتاعته ونرجع تاني أنا مكتشارف